الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم إذا كانت الإفرازات تخرج من المرأة باستمرار فماذا تفعل؟ الحمد لله إذا كانت هذه الإفرازات يتكرر خروجها وكان سبب هذا التكرر هو وجود مرض طبي نزل بهذه المرأة فحينئذ نعطيها حكم صاحب الحدث الدائم كمن به سلس البول ورحوه فإذا تكرر خروج هذه الإفرازات على غير وجه الطبيعة بسبب المرض الذي ألم بهذه المرأة فإنها تعامل نفسها معاملة صاحب الحدث الدائم والمتقرر عند العلماء أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه فلا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة المفروضة ثم تستنجي جيدا وتتحفظ بشيء حتى تمنع من إصابة ثيابها بهذه الإفرازات ثم تتوضأ وضوءا كاملا ثم لها أن تصلي فريغة هذا الوقت ولها أن تقضي فرائض سابقة ولها أن تصلي نافلة الوقت القبلية والبعدية ولها أن تقرأ القرآن بهذا الطواف ولها أن تطوف كذلك بهذا الوضوء كل ذلك سائغ جائز ولا ينتقض وضوءها حكما حتى وإن خرجت الإفرازات حقيقة فإن طهارتها باقية حكما من باب رفع الحرج عنها ومن باب تحقيق قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يخفف عنكم ولأن المتقرر بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير ولأن المتقرر عندهم رحمهم الله تعالى أن الأمر إذا ضاق اتسع ولأن القاعدة الشريعة العامة هي أنها تعامل المريضة بمعاملة أخف من معاملة الصحيح السليم فإذا كانت هذه الإفرازات تخرج على وجه المرض فتعامل نفسها بذلك ويبقى وضوءها حكما حتى يخرج هذا الوقت ثم تفعل في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول وهكذا وأما إذا كان لهذه الإفرازات سبب آخر غير مرضي فإنها تعامل نفسها معاملة الأصحاء وعليها أن تتوضأ كل ما خرجت منها هذه الإفرازات ولكن أظن والله أعلم أن تكرر خروج هذه الإفرازات منك يا أخت السائلة إنما هو على وجه المرض فتعاملين نفسك معاملة صاحب الحدث الدائم كما قررته لك وبينت لك صفة هذه المعاملة والله أعلم